عسل لماذا أنت حلو جدا هل أنت مصنوع من السكر لا لا يا صديقي أنا مكون من رحيق الأزهار الذي يتناوله النحل لينتج العسل لقد سمعت أن السكر مضر للجسم فكيف يتناولك الناس دون أن تسبب لهم الأضرار أنت محق كثرة السكر مضرة للجسم ولكن الصناعي منه وأنا سكري طبيعي وعند تناولي يحصل الجميع على فوائد كثيرة فوائد؟ ماذا يستفيدون منك يا عسل؟ أنا مفيد جدا لعلاج السعالي ونزلات البرد ومحارب جيد للالتهابات وأعزز الجهاز الهضمي ومفيد جدا لمن يعانون عصر الهضم والإمساك هاهاها إذن أنت صيدلية يجب أن تتوفر في كل منزل أجل بالتأكيد لأن فوائدي لا تعد ولا تحصى فأنا أقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأعمل على مدد جسم بالطاقة وأقوي الذاكرة وأمنع الإرهاق والإجهاد وأقضي على الاكتئاب والتوتر آها لم أكن أعلم أن لك كل هذه الفوائد أنت مهم جدا نعم يا صديقي وقد جاء ذكري في القرآن الكريم فيه شفاء للناس فالعسل يقلل معدل الكوليسترول في الدم وغني بالمعادن والفيتامينات التي تحارب وجود البكتيريا مما يزيد من قوة مناعة الجسم ضد الأمراض هذا رائع وأيضا الفتيات يقومون باستخدام العسل على البشرة فما علاقتك بذلك؟ نعم نعم لقد نسيت أخبارك بذلك فأنا مفيد جدا للبشرة أخلصها من البكتيريا وأساعد في علاج حب الشباب وأمنحها نعومة ونضارة وأساعد في علاج الحروق ممم لقد فهمت الآن ولكن لدي ما يشغل تفكيلي يا عسل هيا هيا أخبرني بما يدور في رأسك بما أن طعمك حلو هل نستطيع إضافتك إلى الحلوة بدل السكر؟ نعم هذا أكيد يا بقدونس فأنا أضاف إلى الحليب والمشروبات والحلويات كسكر طبيعي للحصول على الفوائد والطعم الحلو معا حقا كم أنت رائع يا عسل سوف أخبر الجميع عنك سررت بمعرفتك